النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي واصرة علي معلول شخصيا واحزنت علي معلول شخصيا لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة هنبدأ بها فيديوهاتنا النهاردة هي الصلاة على الحبيب فاللهم وصلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الحلقة كده اتمنى من كل مشاهديني وكل متابعيني ندعي لعلي معلول بالشفاء العاجل في التعليقات وندعم ربنا انه يرجع سالم غانم فاصرع وقت ممكن للملاعب علي معلول نجمي النادي الاهلي وانا في رأيي وانا قلت الكلام ده قبل كده ان علي معلول مش مجرد لاعب في النادي الاهلي علي معلول هو اهم محترف اجنبي جه في تاريخ مصر على ضوء المسيرة مش بكلمك بس على اداء علي معلول الفردي ولا اداءه الجماعي ولا مساهمته في احراس بطولات للنادي الاهلي وتمريراته الحاسمة واهدافه الحاسمة لا علشان الاداء الفردي ممكن تقول لي فلان احسن من علي معلول اتطفق معاك تماما لكن في اخلاص علي معلول للنادي الاهلي اعتقد صعبا بكلمك على المسيرة الطويلة جدا تسع سنوات مع النادي الاهلي علي معلول قضى مع النادي الاهلي اجمل تسع سنوات في حياته في حياته بيقصر كل الارقام القياسينية بيقصر الدنيا مستوى علي معلول دايما سابت مستوى دايما موجود علي معلول دايما حاضر في المباريات الكبيرة علي معلول كان مؤسر جدا في معظم اهداف وبطولات النادي الاهلي اللي خدها طول الفترة اللي كان متواجد فيها علي معلول داخل النادي الاهلي علي معلول اقولك بمنتهى الصراحة وبمنتهى الحيادية هو هدي التونس للمصريين وللنادي الاهلي زي ما بقول حضرتك كده علي معلول كان بمثابة هدية من الصفاقس التونسي للنادي الاهلي وللمصريين دائما وابدا علي معلول هو اعظم من انجبت الكرة التونسية علي معلول النهاردة للأسف الشديد والخبر المحزن لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي تأكد اصابته رسميا بقطع في وطر اكيلس عفوا قطع جزئي في وطر اكيلس بعد اصابته في مباراة الترجي التونسي في تونس في زهاب نهائي دور ابطال افريقيا علي معلول باذن الله باذن الله هيعمل عملية جراحية في اسرع وقت ممكن وبحسب الكلام اللي صرح به الدكتور احمد جبالله طبيب النادي الاهلي ان شاء الله حضرات العملية هتتم في اسرع وقت وقد في اسرع وقت ويكونت ان شاء الله باذن الرحمن تكون النتيجة كمان بالنسبة لفترة الغياب بتاعة علي معلول تكون بسيطة هنتأكد منها هنتأكد من العملية سواء كانت الاصابة طويلة او ان شاء الله باذن الله ما اتطولش كتير طيب قبل ما اخش واتكلم مع حضراتكو في الحلقة دي على طول كنت داخل اطلب طلب من ادارة النادي الاهلي اكلمكو بصراحة بجد انا حزين على اصابة علي معلول قبل ما اخش على الهواء وقبل ما اسجل الفيديو ده لما جال الخبر بطاع اصابة علي معلول بوطر اكيلس قلت انا هخش على الهواء هخش النهار ده على الهواء واطلب طلب من ادارة النادي الاهلي ان هي تجدد لعلي معلول الرجل ده قد ايه كان مخلص للنادي الاهلي على فكرة على معلول عقده بيخلص مع النادي الاهلي بنهاية الموسم وكان فيه مفاوضات بين الطرفين والاهلي كان مأجل المفاوضات دي لحد نهاية الموسم او لحد النهاء الافريقي ولقاء العودة بين الاهلي والترجي السبت القادم وكان عالي معلول عايز رقم معين عايز مبلغ معين في تجديد عقده والاهلي كمان عايز يدفع رقم معين المفاوضات الطبيعية المنطيقية ما بين اي نادي واي لاعب في العالم وعد تفكر حقيقي عد تفكر هو بعد اصابته بوطر اكيلس هل بعد اصابة عالي معلول بوطر اكيلس اصابة ممكن تطول يعني بتتكلم من سبع لثمان شهور ممكن توصل لسنة يعني مش هنشوف عالي معلول غير ان شاء الله ان شاء الله مع الاهل في كأس العالم للاندية عشرين خمسة وعشرين يعني هنعرف ساعتها من طبيب النادي الاهلي بعد العملية على طول بعد ما يجري العملية ان شاء الله هنعرف مدة غياب علي معلول وبالتالي النادي الاهلي مش يعني الاهلي ده مش الاهلي وخلاص لأ عقد علي معلول بيخلص انا هجدد له الراجل عنده اصابة كان ممكن النادي الاهلي يقول ما هو كده كده خلاص انصاب وكده كده عقد بيخلص ايه يعني ما خلاص يمشى علي معلول ونجدد الاصابة دي طيب علي معلول كان عنده عروض الحقيقة حضرات كان عنده عروض وعروض كبيرة جدا الان علي معلول مش هيبقى عنده عروض الحقيقة خلاص الراجل عنده وطر اكيلس يعني هيقعد زي ما بيقول حضراتك ما يقرب من السنة ما بيلعب شكورة فطبيعي ما فيش اي نادي حيفكر انه هو يتفوض مع علي معلول خلاص ما فيش نادي حيفكر يشتريه فقلت اخش انصح النادي الاهلي او مش انصح عفوا اخش اطلب طلب من ادارة النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب انه هم يجدد لعلي معلول علشان تاريخه العظيم ده تاريخه الكبير ده فقبل ما خش على الهوى جال الخبر ده اسمع وتمزج وشوف مدى حب وعظمة وجمال وروعة النادي الاهلي شوف الجمال وشوف اول القرارات اللي تم اتخسة في مجلس ادارة النادي الاهلي اول حاجة الكابتن محمود الخطيب الاسطورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طلب رسميا من طبيب النادي الاهلي ان يتم علاج واجراء عملية في اسرع وقت لعلي معلول في اي مكان في العالم سواء في مصر او خارج مصر والتكفل الكامل والتام بمصاريف علي معلول والتكفل بمصاريف علاجه حتى لو بعد نهاية عقده حتى علي معلول لو مجددش تاني للنادي الاهلي وحتى لو مش هيستمر للنادي الاهلي النادي الاهلي هيستمر في علاج علي معلول من هذه الاصابة في اي مكان في العالم وفي اي نادي علي معلول هيقرر يروحه تمام الاهلي هيتكفل باصابته النادي الاهلي ينوي والنية لله ما بعد مباراة الترج القادمة في اياب نهائي دور ابطال افريقيا التجديد لعالي معلول هيوصل لحلول وسط في المقابل المالي وهيتم التجديد لعالي معلول لمعلوماتكم بس خلافات بالنسبة مش الخلافات او المناقشة اللي كانت نبين الاهلي وعالي معلول بالنسبة للراتب اللي هيغضو في العقد الجديد كانت حاجات قريبة واتصور كده الامور هتقرب اكتر على عالي معلول اكيد مش هيتمسك برقم معين هو كان عايزه واكيد النادي الاهلي مش هيسيب عالي معلول بسبب التاريخ العظيم اللي عمله عالي معلول مع النادي الاهلي انا بقول لك خبر مؤكد النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب طلب من طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد جبالة انه يتم علاج عالي معلول في اي مكان في العالم بحسب ما يوص به الدكتور احمد جبالة طبيب النادي الاهلي وعرفنا كمان ان النادي الاهلي ينوي بعد مباراة الترجي التجديد لعالي معلول بغض النظر عن ما حدث واصابته بوطر اكيلس العادي بتاع هو ده حضرات العادي بتاع النادي الاهلي المواقف العظيمة دي ما تطلحش غير من النادي الاهلي ده العادي ياريت حضرات قبل ما اختم الحلقة ندعي كلنا العالي معلول بالشفاء العاجل ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الاهلي شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته